طيب بنكتشف بقى الحاجات ازاي؟ تكتشفوها ازاي؟ طرق التشخيص؟ هل بتتعمل روتيني لكل الأجنة ولكل الحوامل؟ حضرتك هو فيه تلات فحوصات مهمين جداً في الحمل فحص منهم التلات فحوصات بالموجات فوق الصوتية الفحص الأولاني هو في الأسبوع الـ 12-13 هو تقريباً آخر الشهر التالت وده بيكتشف من 60% لـ 70% من كل العيوب الخلقية الموجودة في الجنين ده مهم جداً طبعاً لأنه أنا قدر أكتشف اللعيب الخلقي أو المشكلة اللي عند الجنين في مرحلة بدري في الشهر التالي أو التالت ده بيسمح لي أن لو كان في علاج لها أن أنا عليك أعمله في ساعتها؟ أو أن أنا أتدخل في مرحلة بدري ما يحصلش لسه مضعفة الموجات فوق الصوتية التالية هي المهمة جداً اللي هي في الشهر الخامس اللي هي بنسميها الـ detail scan أو هنا في نصر بنسميها الصنار الرباعي الأبعاد ده بتعمل تقريباً في 20-22 عمدنا الصورة دي يا دكتور محمد تقدر تشرح لنا عليها آه خطر إحنا نسميناها تسمية لطيفة الجنين الرقص ده أكتشفنا أنه بيتحرك حركة جميلة جداً حضرتك مع استخدام الموجات فوق الصوتية الرباعيات الأبعاد اكتشفنا أن الجنين حيك ده جنين عمره 13 أسبوع ده جنين في آخر الشهر التالت اكتشفنا أنه مش بس يعني إيديه ورجليه موجودة ورأسه وصوابه هو والآخره لكن كمان بيتحرك والحركة دي فيها تناسق يعني حتى نقدر نقول أنه هو بيتحرك بالعمود الفقري بتاعه وبإيديه ورجليه في صورة أشبه ما يكون أنه هو بيرقص ده حديث اللي هو الموجات الصوتية رباعيات الأبعاد ودي طبعاً من الحاجات الحديثة جداً اللي بتساعدنا أن احنا نشخص العيوب الخلقية للجنين الموجات الصوتية الثالثة هي في الشهر السابع أو الثامن وده بيطمنا أساساً على نمو الجنين بصورة طبيعية وإذا كان حصل فيه أي مشاكل في المشيما ولا يزيد على كده حديث فحص مهم جداً أو مجموعة من الفحوصات ده بتالت تبقى موجودة اللي بنسميها سكرينينج بلوتس عبارة عن أن الأم الحامل في الشهر الثالث بناخد عينة دم منها بنقدر نعرف من الدم بتاع الأم إذا كان الجنين عنده مشاكل ولا مش بس كده بنقدر نعرف إذا الجنين عنده استعداد يجيله مشاكل ولا في الشهور الأخيرة من الحامل وإذا كان الأم عندها استعداد يجيلها مشاكل ولا زي تسامهم الحامل زي سكر الحامل زي عدم نمو الجنين داخل الرحم دي بقى ليها اختبارات تحليل حتى من غير موجودة صوتية كمان بقى فيه حاجة اسمها نبت أو اللي هي عبارة عن أن أنا أخد عين دم من الأم أعرف الخلايا بتاع الجنين إذا كانت سليمة ولا ده تحليل كروموزومات للجنين عن طريق عينة من دم من الأم ده موجود من الأم من الأم حضرتك ده بسبب اختلاط دورتهم الدموية لأتنين بسبب حضرتك أنه هو الخلايا بتاع الجنين جزء منها تكوينها هي المشيمة والمشيمة هي متكونة من الأم ومن الجنين في نفس الوقت فجزء من الجينات أو كروموزومات بتاعت الجنين بتخش دم الأم فأقدر أكشف عليها وأعرف زكاة سليمة ولا من غير مفتق يعني دخل إبرة ورحم وأسحب حاجة من غير إي حاجة والاختبار ده موجود حضرتك وبيتعامل في كل حيطة في العالم وموجود في مصر هو غالي شوية إنما هو موجود فعلا